لقي أربعة عشر شخصاً مصرعهم بينهم طفل واحد على الأقل في جبال الألب شمال إيطاليا إثر سقوط عربة تليفريك بالقرب من بحيرة ماجوري شمال البلاد يوم أمس عمدة مدينة سريسا قالت إن العربة انزلقت بعد انقطاع الكابل لتصطدم بعمود ما أدى إلى انقلابها عدة مرات قبل أن تصطدم ببعض الأشجار مشيرة إلى أن بعض من لقوا حطفهم سقطوا من العربة وهي تهوي الخارجية الإسرائيلية ذكرت أن ستة من القتلى إسرائيليون بينهم أربعة من أسرة واحدة كانت تقيم في إيطاليا